الحمد لله أيها الرجل لا تستهين بالقوة النسائية نعم والله إنها نقوة خارقة وتحمل يفوق التصور قوتها كالجبل الذي لا تزحزح قابلة لتحمل الأعاصير لا عضلات لها لكن قوتها تنطلق من الداخل تدمر اليأس وتحطم القواطع صبرها لا يطيقه الرجال صبرها لا يطيقه الرجال تظهر قوتها حين الحمل فعين تحمل في إحشائها ليست روحاً وحدة إنما أرواح اثنين أو ثلاثة أو أربعة توائم اثنين أو ثلاثة أو أربعة توائم وأكثر متحملة هذا الثقل تسعة أشهر مع ما قد يصيبها من الطرابات صحية تخصها وتخص حملها وحين الطلق فيتصارع الموت بكل إصرار على بلوغ الحياة تضحك حين الألم والجراحات وقد تموت ينعم أبوه بالذرية أرأيتم قوة مثل قوتها وهي قاعدة للرضاعة ليل نهار سنتين وربما أكثر ربما لا تنام حين إلا حين ينام حملها ولا تأكل إلا حينما يرضع ولدها تركت التزاماتها وكثير من أشغالها وتفرقت تربي أولادها ترضع تنظف تغسل النجاسة تحمم المولود تلبسه ثيابة متحملة الأعمال الكثيرة هذه تمشط رأسه نهيك عن تحمل بقية إخوانا صغارا وكبارا متحملة زوجا لا يشكر ولا يؤنسها بكلمة ربما أهنها وسبها ولعنها وضربها وطلدها وفوق هذا كله فهي غاسة الثياب كنسة البيت طاهية الطعام تدير بيتا بأكمله لا تمل ولا تذجر الدهر كله وربما وجهت عقوقا وألاما وأمراضا وفوق هذا فهي الصابرة القوية الوفية الموجهة ترجع الدروس توصل الأبناء إلى المدارس ترجعهم تربي الصغير الكبير وربما هي التي تقضي حوى أجل بيت فيالله ما أشد قوتها وصلابتها وما أكثر أجرها فارحموها يرحمكم الله واعرفوا قدرها تنالوا خيرا كثيرا قال عليها الصلاة والسلام في شأن الولدة إلزم رجليها فتم الجنة والحمد لله